طيب هنبتدي بأخبار نادي زمالك بطبعا يد نادي زمالك رجال طبعا وجودهم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد وفوزهم بالمركز الخامس النهاردة طبعا تحيي مركز متميز يعتبر طبعا في هذه البطولة الصعبة واللي يمكن نادي زمالك ينحظه وحش انه يقابل نادي برشلونة في أولى مباراته في هذه البطولة ويخسر هذه المباراة وبالتالي النهاردة بيفوز فوز كبير نادي زمالك على نادي الوحدة السعودي وتنتهي النتيجة نتيجة 42-22 طبعا نتيجة كبيرة جدا يدول طبعا على المستوى الفني لرجال نادي زمالك في كرة اليد طبعا مقارنة بنادي الوحدة السعودي مبروك لناد زمالك مركز برضو يعتبر مهم في بطولة العالم للأندية لكرة اليد خليني بس وحنا بنتكلم على نادي زمالك الفترة اللي فاتت كابت ان قسامة نبيه مشي كابت ان قسامة نبيه رجع كابت ان قسامة هيبقى موجود مدير كورة هيبقى موجود مع كارترون الرجل اصلا واضح ان هو ما بيحبش مدير كورة وواضح ان هو الامور بالنسبة له خلاص في مدرب او مجموعة من مدربين عشان يشتغلوا معه اتعرض عليه وهو بيقترب من حسن هذا الموضوع ورفضه رفض بات لفكرة مدير الكورة معه وان هو حابب ان هو يقوم بهذا الدور كمدير فني ومدير الكورة في هذه الامور او داخل نادي الزمالك وفريق الكورة بنادي الزمالك طبعا في اسماء كتير للمدرب العام مدربين طبعا من اولاد نادي الزمالك كان تردد كابتن طبعا عصام مرعي تردد كابتن سامي الشيشيني مجموعة من المدربين المميزين اولاد نادي الزمالك ان هم يبقوا متوجدين هنشوف بقى يعني بالنسبة للاستقرار على المدرب العام هيكون مين الاسم اللي هيكون مع مستر كارترون في الجهاز الفاني طيب ايضا سيسي بيعود الى نادي الزمالك وبيخضع لاختبار طبي داخل صالة الجم في نادي الزمالك طبعا بقى له فترة كبيرة الراجل ده كان مسافر بعد العملية واللي عملها وصفروا الى كودفار وبالتالي بيرجع وبيخضع بقى الى برنامج تأهيلي عشان يكون موجود مع نادي الزمالك خصوصا ان انت خلاص بقى الامور بالنسبة لك سيسي موجود مع نادي الزمالك وبالتالي لازم يستغل هذا اللعب اللي كان متقلق مع نادي الاتحاد بشكل كبير وبالتالي كان الرجوع مرة اخرى سيسي مع نادي الزمالك كان مهم عشان الامور اللي ممكن حدثت ان انت خلاص مش عارفت ايض لعيبة وبالتالي وجود والحالة المادية كمان بالنسبة لنادي الزمالك خلت ان انت لازم تستفاد بهذا اللعب ويعتبر اللعب من اللعبين المميزين لخط الهجوم طيب احنا عرفنا ان خلاص نادي الزمالك اتحاد الدولي او المحكمة الرياضية رفضت او اتحاد الدولي رفض الالتماس اللي قدمه نادي الزمالك بفك القيد عن نادي الزمالك بسبب المشاكل اللي حصل بسبب طبعا مشكلة القيد بالنسبة لنادي الزمالك وبالكده نادي الزمالك خلاص بالنسبة له هم اللعبين الموجودين تم تأييدهم واحنا بنتكلم ان القيد قفل في مصر وبالتالي اومر كمان عبدالواحد راح فيوتشر نتكلم شبانة راحل اسماعيلي حمد النقاز بينتقل الى نادي اهل جدة هنا هيقولولك اعارة ولا بيع اعارة ولا بيع لمدة عام نادي او الاتحاد السعودي او نادي اهل جدة فسخ عقده مع لعيب اجنبي هناك وبالتالي فيه التماس بيتقدم من الاهل جدة للاتحاد السعودي اه اه يعني النادي اهل جدة بيقول انتقال حر بس هو العقد عقد سلاسي كانتقال حر فعلا بس عقد سلاسي بحيث ان تبقى الامور نادي زمالك مشترك فيها بشكل كبير وهنا اللي هيقدم الاتماس النادي اهل جدة الى الاتحاد السعودي عشان يقيد لعب تم فسخ عقده من او مكان لعب تم فسخ عقده بحمد النقاذ هو اللي هيبقى متواجد في الفترة القادمة مع نادي اهل جدة العقد السعودي ده على فكرة بيبقى موجود مع اندية كتير وبتبقى الامور فيها اتفاق وفيها تواصل جيد وعلاقات جيدة ما بين ادارات الاندية سواء بقى هبنتكلم على نادي زمالك مع اندية في السعودية او حتى النادي الاهلي مع اندية ايضا في السعودية والخليج قلت حضركم نادي الاسماعيلي بشكل كبير خلاص يعني قدم عرض لنادي زمالك وشبانة هيبقى موجود ايضا في نادي الاسماعيلي طيب انا كنت بس وحنا بنتكلم على مشكلة القيد بالنسبة للحمد النقاذ وانهو بينتقل الى نادي اهل جدة هنا نادي زمالك بيواجه برضو امور مش فقط في التلات لعيبة اللي جابهم عنده قطاع الناشئين وده برضو احنا بنتساءل عنه قطاع الناشئين لعيبة ممكن يكونوا من الاختبارات نجحوا لعيبة جدد لعيبة انت كنادي زمالك اشترتها جديدة فبالتالي بينطبق عليهم وقف القيد يعني انت لفترتين ولكن هنا الناشئين قدهم مختلف عن الفريق الاول انت كل اول شهر بتأيد ممكن عندك القدرة لتأييد او فتح باب القيد للفريق في الناشئين وهنا نادي زمالك هو السؤال نادي زمالك في الناشئين هيبقى ليه فترتين قيد اللي هو كل اول شهر احنا بيكلم شهر والتاني يبقى كده فترتين قيد اتفتحوا ونادي زمالك مش هيقيد فيهم حد هل الشهر التالت هيبقى القيد بالنسبة نادي زمالك لاختار الناشئين مفيش مشكلة فيه ده برضو سؤال واللي انا اعارفه واللي انا يمكن الى حد ما ان نادي زمالك لازم يتحرك ويسأل الاتحاد المصري قولة القدم ان دي تعتبر ليحة داخلية الاتحاد الدولي هو ليه فترتين قيد فقط ليه فترتين قيد فقط فانت بالتالي ده جزء داخلي بالنسبة لك في القطاع الناشئين وهنا الاتحاد المصري او النادي زمالك لازم يستفسر من الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد المصري لو عايز يتطمن بشكل اكبر يستفسر من الاتحاد الدولي اللي هو الفيفا عن هذه المشكلة بالنسبة ليه قطاع الناشئين بالنسبة ليه نادي زمالك هل برضو ينطبق عليه فترتين القيد ولو انطبق عليه فترتين القيد هل فترتين القيد بالنسبة لشهرين متتاليين هيكون هو كافي في انك تفتح باب القيد في الشهر التالت والامور تمشي بشكل طبيعي دي نقطة مهمة جدا جدا انا اقول لكم اصلا